يمكن اللي بيشاهدونا يمكن ما عندهم مش الفكرة عن كلمة طوبة هي يعني بلغتنا البسيطة ينيالك يبختك بس هي لها معنى أعمق من ناحية كتابية سواء في اللغة اللاتينية اللي أخذت طبعاً من اليوناني أو اللغة العبرية فكلمة طوبة تعني يا لغبطة يا لسعادة سعادة من الكلمة مكاريوس اللي هي بتعني السعادة هنيئاً يا لهناء بالإنجليزية ترجمة blessed يعني يا لبركد يا لفرح بالعبرة ترجمة يا لغنى الجبل هون اسمه هار هاوشر يعني جبل الغنى يعني المقصود جبل السعادة فالطوبة هي حالة سماوية بيتمتع فيها المؤمن في هذه الحياة عادة طبعاً المسيح هز المستمعين عادة الناس يطوبون القوة يطوبون العظمة بطوبوا الغنى بطلقوا القوة والصحة والحكمة والإمكانية واتخيل أنه أول كلمة بيسمعوها من عزة المسيح على الجبل طوبة هنيئاً لك نيالك يا لسعادتك طيب الصدمة الأكبر أنه مش الكلمة الحلوة اللي بيبتد فيها يسوع لكن مثلاً طوبة للمساكين بالروح طوبة للرحماء طوبة للحزانة طبعاً هذا فكر جديد بالنسبة للمعاصرين اللي كانوا في أيام يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر